السلام عليكم عاملين ايه رب تكونوا بخير طبعا اليومين دول انتوا شايفاني مهتمة بمصنعات اللحوم وده علشان الناس اللي بتنزل للنادي وبتبقى محتاجة اكل سريع للولاية في النادي هنعمل النهاردة ستربس الفراخ بطريقة كنتاكي بالزبط نفس الارمشة ونفس الطعم شايفين شكله خطير وشكل الكرمشة اللي بتبقى عليه من بره هي بالزبط وكمان طعمه حلو جدا وهيعجب الولاد تعالوا بقى النهاردة اقول لكم الطريقة بس قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة اول حاجة بجيب بولا بحط فيها كباية الا ربع من المية معلقة كبيرة من الكاتشاب الكمية دي بتكفي او التدبيلة دي تكفي كيلو ونص من البني او صدور الفراخ معاي بقى معلقة كبيرة من توم بودر بصل بودر معلقة كبيرة من البابريكا وحط عليها كده رشة من الكربوناتو معلقة كبيرة من الشطة نص معلقة من الريحان نص معلقة من الفلفل او معلقة كبيرة من الفلفل الابيض ونص معلقة من الفلفل الاسود والجنزبيل والفلفل الاسود والجنزبيل هنا اختياري ممكن منضفهمش كمان هنضيف للتدبيلة دي يعني طرف المعلقة كده من الكربوناتو علشان تخليلي التدبيلة تدخل لحد يعني النسيج بتاع الفراخ من جوه خالص وهحط كمان عصير لمونة علشان ما تخليش الفراخ فيها اي زفارة وطبعا الفراخ تكون مخصولة ومتنشفة كويس هزبط الملح بتاعي وهبدأ بقى ان انا اقطع الاستريبس اول حاجة بشيل الموزة كده بتاعت الاستريبس وبشيل الجلد اللي عليها من بره علشان التدبيلة تدخل فيها كويس بشوف النسيج بتاع الفراخ ماشي ازاي وبقطع عكسه يعني مش بمشي مع النسيج انا بمشي عكس النسيج بتاع قطعة السدر او قطعة الفلاي اللي انا مسكيها بشيل كده الجلد برضو من على الموزة علشان ندخل التدبيلة زي ما قلتلكو والافضل ان يكون كل قطعة الاستريبس من القطعة اللي هي الموزة دي يعني لو تطلبوها كده من بتاع الفراخ لكن لو عندك بقى الصدور كلها سليمة كده فهتعمله زي ما انا بعمل بالشكل ده هبدأ بقى نازل كده قطع الاستريبس في التدبيلة اللي انا عملتها واهم حاجة ان انا اتبّلها كويس جدا وتكون القطع دي متغلفة كويس جدا طيب التدبيلة دي او الفراخ دي المفروض بتقعد قدقيه في التدبيلة المفروض اقل حاجة تقعد ثلاث ساعته ما تيلقوش خالص من الشطة اللي حطناها مش هيجرالها اي حاجة انا بقى ببيتها ليلة في التلاجة بعد كده بحضر الخليط اللي من برة بجيب نصف كيلو من الدقيق وعليه معلقتين لبن بودرة ومعلقة من النشا بيكينج باودر وكمان بحط ريحين وبحط شوية من الملح وبكون محضرة بقى كده طبق كبير في تلج مية متلجة وكمان اكون حطة فيها تلج بنزل اول حاجة قطع الستريبس كده في الدقيق وافضل اعملها من سبع لعشر مرات زي ما انتو شايفين كده وبعد كده بنزلها في المية المتلجة وارجع تاني ارجعها لخليط الدقيق اللي انا عملته وارجع بقى بقى دايق اعمل الحركة اللي انتو شايفينها دي برضو من سبع لعشر مرات اللي هي الطريقة اللي هي بتاعة التقليب الدقيق في الستريبس في الدقيق بالشكل ده هي اللي بتطلع لي الشكل بتاع الكراست من برا كده من على قطعة الستريبس وطبعا المية المتلجة فاحنا نراعي ان احنا نمشي بنفس الخطوات بالزبط نكون مجاهزين بقى الشبكة كده نصفي فيها او مصفة وتحتها صنية علشان اول ما الفراخ بتتقلي ما ينفعش طلعها ولا على ورق مناديل ولا على الطبق او الصنية على طول لازم تتصفى كويس من الزيت علشان تفضل محتفظة بالقرمشة بتاعتها طيب انا بعمل كمية كبيرة وحب ان انا اشيل منها في الفريزر فانا بقليها نصفة بالشكل ده كده يا دوب بنزلها في الزيت الزيت بيكون حرارته متوسطة مش عالية قوي ولا هدية يا دوب بس بيتغير لونها والشكل الدقيق من برا عليها بيختفي بخدها اصفيها كويس جدا وبطلعها على الشبكة اللي انتو شفتوها من شوية تنزل الزيت اللي كان فيها او تصفي الزيت اللي كان فيها كويس وبعد كده بقى بخدها احطها على صنية وبدخلها الفريزر تتجمد بعد لما بتتجمد على الصنية بخدها بقى وبحطها في اكياس زي اللي احنا او اطباق زي اللي احنا بنشتريها من برا وقت القلي بطلعها اللي هي بتبقى نص مقلية دي بحطها سواء في اليرفراير او بقى ليها في الزيت على حرارة برضو متوسطة بتطلع كأنك لسه عملاها دلوقتي حالا طيب لو انا بقى هاكلها هتشوف دلوقتي التسوية بتاعتها ما بكملش عشر دقايق بالضبط في الزيت كل جنب كده عشر خمس دقايق وبتطلع مستوية ومقرمشة وخطيرة ارعي وانا بقى لي ان انا مملاش الطاصة او المكان اللي انا بقى لي فيه بقطع الستريبس علشان ما يعجنش مني لازم يبقى في حوالينه كده فراغات وكمان يكون الزيت غزير جدا ما يكونش بقى لي في شوية زيت صغيرين واقول الستريبس طلع الشكل بتاعه مش مزبوط او الطبقة الكرانشي عليه من برا طلعها مش مزبوطة شايفين الشكل خطير واللون كمان خطير ده كده مستوي مية في المية ده اللي هو بيبقى جاهز على الاكل على طول ارعي كل شوية ان انا لو بقى لي في طاصة كده ما عنديش القلاية اللي هي بتاعت الزيت دي ان انا كل شوية بنظف الزيت بمصفة كده صغيرة اشيل كل الشوائب اللي في الزيت علشان ما تغير ليش لون الستريبس شايفين القرمشة بقى طلعها فيه ازاي وعايز اقول لكم ريحته كمان كانت قلب الدنيا وطعمه كمان خطير مش باين فيه خلص طعم الشطة ولكن مت دياله كده طعم طعم حلو قوي هخلص بقى الكمية بتاعتي كلها سواء هقليها للقالي او سواء هحتفظ بيها في الفريزر وده كده بيكون شكلها بعد القالي شايفين الطبقة من بره عليها مقرمشة وخطيرة وسمعين بقى صوت القرمشة كده شايفين حتى لما بنقطعها الطبقة من بره مسك فيها ازاي اتمنى الفيديو يكون عجبكو وما تكونوش زهقتو مستنية اسئلتكو واللايك والشير